بيبدأ الفيلم بشخص بيهجم على بنت صغيرة وتاني يوم بنشوف نشرة الأخبار إن فيه أسرة مكونة من خمس أفراد لقوا أربعة منهم مقتلين وبنتهم مفقودة وبيعملوا لقاءات مع ظابط موجود في مكان الحدثة وبيقول إن هما لقوا كاميرات كتيرة جدا متوزعة في كل مكان في البيت وإن القتل المسؤولين عن الجريمة دي بيعملوا بث مباشر وهما بيقتلوا ضحاياهم وإن فيه أشخاص كتير بتتفرج على فيديوهات قتل الضحايا ولما بيعملوا مقابلات مع ناس اتفرجت على البث بيقول معظمهم إنهما ما كانوش متخيلين إن ده ممكن يكون حقيقي وكانوا فاكرينه مجرد فيديو ترفيهي أو مقطع من فيلم رعب مش أكتر وبعدها بنروح نشوف جيمي وقسرتها وهم رايحين أجازة لمدة عشر أيام وبمجرد خروجهم بيدخل مجموعة أشخاص وبيقتحموا البيت وبيركبوا كاميرات في كل مكان جوا وبعد ما بتخلص مدة الأجازة بيرجعوا كلهم للبيت مرة تانية وبيرن تليفون كارل أبو جيمي وبيبقى واضح من المكالمة إن عليه ديون كتير ومش عارف يسددها ومفيش أي حد فيهم بيلاحظ بوجود أي كاميرات وجيمي بتكتشف إن بابها وأوليفيا مراتو دخلوا قضيتها وبهديلوا هدومها فبتطلع تتعصب عليهم لإن هم كده بيتعدوا على خصوصياتها ولكنهم ما بيهتموش بكلامها وبعد كده بتطلع جيمي وبتتصل بزميلها جوش بس هو ما بيردش عليها وفي الوقت ده دي جي أخو جيمي بيكون بيرمي القمامة وبيلاقي ولاع على شكل هدية وما بيكونش واضح مني لساب الولاعة دي أو إيه مصدرها وبعدها بيقاب العم مات لإن هو جاي يقعد معاهم فبيدخلوا مع بعض البيت وبيقعد مات مع أخو كارل وبيقوله إنه حصل مشكلة مع مراتو وبيقلم من أخو إنه هو يفضل عنده لمدة 3 أيام فبيوافق كارل ولكن بيباني إن أوليفيا مراتو الجديدة مش عايزة مات يفضل معاهم لإنه أغلب الوقت بيفضل يضيقها ويعكسها وبيقلع مات يتكلم مع جيمي وبيسألها عن حياتها والحاجات اللي حصلت له في الفترة الأخيرة فبيتقوله إن أوليفيا مرات باباها عملالها مشاكل كتير في حياتها وهي السبب بإن علاقتها هي وباباها مش كويسة وبينصحها مات إنها ما تشغلش دماغها بالمشاكل دي وإن أوليفيا بتعمل كده لإنها حسب تهديد من ناحيتها دايما لإن جيمي الوحيدة اللي تقدر تخلي كارلي يقلب عليها ولما بتبقى جيمي لوحدها في القوضة بتتفاجئ إن فيه فيديو يشتغل لوحده عندها على لابتوب والفيديو عبارة عن تصوير لجيمي وكل أسرتها وهم في الأجازة مع بعض وبيكون التصوير من قريب جدا وكأن الشخص اللي بيصور قاعد معهم وبتتراعب جيمي وبتحاول تفصل الفيديو لكنه بيفضل شغال وفي الآخر الفيديو بيفصل لوحده وبيرجع اللي بيشتغل طبيعي ولا كأن في حاجة حصلت وإثناء كده بيكون في حد بيريقب جيمي من الشباك وهي بتحس بكده فبتروح تقفله وفي الأثناء دي بيتصل جوش بجيمي فيديو كول وبتروح ترده وهي مرتبكة وبيسألها جوش لو فيه مشكلة لإنه واضح إن ملامحها متغيرة فبتسأله إذا كان شايف علاقتهم نكحة وإن هم ما ينفع يكملوا مع بعض ولا لأ وبيقولها إن هو بيحبها وعايز يكمل معيها بس جيمي بتكون خايفة ومشوشة فبتودعه وبتقفل المكلمة وفي نفس الوقت بيبقى كارلي قاعد مع أخوه وبيقوله إن هو مديون بـ 35 ألف دولار وإنه مش عارف يجيبهم منين وأثناء ما بيتكلمه سوا بيبقى واقف شخص لابس قناع في الشباك اللي وراهم على طول وبيتفرج عليهم وبعد ما بيخلصوا بيطلع كارلي نام بس في الأول بيعدي على قوضة بنته جيمي وبيطمن عليها وبيعتذر لها إن هما يعني اقتحموا خصوصيتها وبيقولها إنه بيحبها ومش عايزها تزعل منه فبتشكره جيمي وبتقوله إنها مش زعلنا وبيرجع كارلي القطو وبتقوله أوليفيا إنها ما بتقصدش تعمل مع جيمي مشاكل وبتحاول إنها تقرب منها ولكن كل مرة بتبوز كل حاجة وإعلقتهم بتتدهور أكتر من الأول وبعد ما كله بيروح ينام بيطلع ماتل عربية وبرع لشان يدور على تليفونه وبيسمع أصوات غريبة في الجنينة وبيروح يشوف الأصوات جاية منين وبيلاقي كاميرا متسبتة على طيارة آلية صغيرة بترقبه وبيكون فاكر إنها لعبة من ألعاب دي جي ابن أخوه ولكن بيهجم عليه شخص من ظهره وبيفقدوا وعيه وبعدها في مجموعة أشخاص مقنعين بيدخلوا البيت وفي الوقت ده بتروح جيمي للحمام علشان تعمل اختبار حمل وبتطلع النتيجة إيجابية وبيبقى واضح إن هو ده السبب اللي خلاها ارتبكت قدام زميلها جوش وخلاها يبن عليها إنها متغيرة أما المجرمين بره فبيجيبوا سياجه وبيلفوها على الشبابيك والأبواب علشان محدش منهم يقدر يخرج وشخص منهم بيدخل للقوض جوه البيت وبياخد التليفونات وبيصحوا كلهم على صوت تركيب السياج وبتطلع جيمي من الحمام لما بتسمع الصوت وبيبقوا كلهم موجودين مع عدمات فبينزل كارل من فوقه علشان يدور على أخوه وبعد ما بينزل بيطلع بعد مدة صغيرة جدا وبيقول لهم يبلغوا البوليس وبيروح بسرعة يجيب سكينة وبيقف على السلم علشان ينزل تحت مرة تانية ولكن بتقطعوا أوليفيا وبتقولوا إن كل التليفونات مش موجودة وبينزل كارل مرة تانية يدور وبيبقى فكرة إن كل ده مقلب من أخوه مات بس وهو بيدور تحت بيتفاجئ بكاميرا متسبتة في الأرض وبتصوره وبتطلع الصورة فورا ولما بيروح يشوفها بيلاقي شخص واقف وراه في الصورة وبيلف بسرعة علشان يشوف في حد وراه ولا لأ وبيسمع صوت السياج وهي بتلف على باب الشقة الرئيسي وبيكون كارل واقف مرعوب وبتنادي عليه جيمي وبتقوله يطلع للدور اللي فوق ويستنى الشرطة توصل ولكنه بيحاول يطمنها ويقول لها إن كل شيء كويس وبيطلم منها إن هي تطلع فوق تستنى وبيكمل ماشي في الشقة وبيتفاجئ بشخص واقف وراه وبيخنقوا بكيز بلاستيك وبيسمعوا كلهم صوت صراخه وبيشوفوه هو بيخنقوا لحد ما بيموت كارل قدام عين مراته وأطفاله وبيلاقوا شخص من العصابة جاي ناحيتهم فبيطلعوا كلهم بسرعة يستخبوا في قوضة فوق ولما بيدخلوا بينقلوا المكتب ورا الباب وبيحاول شخص من مرة إن هو يدخل ويكسر الباب وبعدها بيسكت وبتدخل جيمي تدور في القوضة وبتتأكد إن ما فيش حد جوا وبتدور أوليفيا على أي تليفونات بس ما بيلاقوش أي حاجة وبتقول جيمي إن هما لازم ينزلوا يساعدوا باباها فبتقول لها أوليفيا إن في مجرمين تحت وإن كارل أكيد مات وإن الأهم دلوقتي إن هما يخرجوا من البيت ده بأي شكل وبتروح تبص على الشبابيك علشان يشوفوا هيقدروا يخرجوا منها ولا لأ فبيلاقوا الطيارة الآلية قدام الشباك وبتصورهم فبتمسك أوليفيا الكرسي وبتكسر الشباك بس علشان الارتفاع عالي مش هيقدروا ينطوا وبيعودوا يصرخوا يمكن حد يسمعهم بس من غير أي فايدة وأثناء ما هما بيصرخوا بيشوفوا في الجنينة جثة مات فبتبعدهم أوليفيا عن الشباك علشان ما يشوفوا الشكل عموهم اللي تقتل وفي نفس الوقت ده بيشتغل التلفزيون على فيديو الجيمي وهي بتتكلم على أوليفيا وبتقول إنها تجوزت باباها علشان الفلوس وبتشتغل فيديوهات تانية ليها وهي بتتكلم مع دكتور نفسي على باباها وأوليفيا وهي بتقول إنها بتتمنى إن كارل باباها هو اللي كان يموت والفيديو اللي بعد ده على طول بيبقى مشهد لجثة كارل ومكتوب على الحيطة بدم كارل اقتل أو تتقتل وبعدها الفيديو بيفصل واستصدمة منهم كلهم وبيعرفوا إن هما كانوا مترقبين بقالهم شهور وهم مش عارفين فبتهديهم أوليفيا وبتأمرهم يدوروا على أي حاجة حدة علشان لو المجرمين دخلوا القوضة يعرفوا يدفعوا عن نفسهم وبيلاقوا كلهم آلات حدة صغيرة وبيتقول لهم أوليفيا إن هما هيخرجوا من القوضة وينزلوا يهربوا وإنهم لازم يفضلوا جنب بعض وما يبعدوش عن بعض أبدا وبيحرقوا المكتب وبيطلعوا من القوضة مع بعض واست الضلمة ولما بيرجع النور بيلاقوا قدامهم بلالين كتير ومكتوب في ورقة جنبهم إن هما شايفينهم وفي الأثناء دي بيرن تليفون جيمي وبتسيبهم وتدخل قضيتها تجيب التليفون فبتتفاجب إن التلفزيون اللي في قضيتها بيتفتح وبيشتغل الفيديو وبيقول لهم رئيس العصابة في المقطع إن هما عايزين يستمتعوا بوقتهم ولما بيبصوا حوالين التلفزيون بيلاقوا صاعق كهربائي ملفوف كأنه هدية ومكتوب عليه اقتل أو تتقتل وبيفهموا إن العصابة بتطلوا منهم يواجهوهم ويقتلوهم ولو ما قدروش يقتلوهم هما هيتقتلوا وبيجربوا الصاعق وبيتأكدوا إن هو شغال وبتاخدوا أليفيا وبتقولهم يفضلوا وراها وبيخرجوا من الأوضة وبيتسللوا وبتنزل أليفيا ودي جي ولكن جامي بتفضل فوق لإنها خايفة تنزل ولما بتفتح أليفيا باب الشقة بتلاقي السياج وبتعرف إن هما مستحيل يقدروا يخرجوا وبيسمعوا كلهم صوت خبط قوي بس ما بيقدرواش يحددوا مصدره أو مكانه وبتتفاجئ جامي بشخص من العصابة موجود وراها وبيحاول يخنقها لكنها بتفلت منه وبتنزل بسرعة وبيبتدي كل أفراد العصابة إن هما يطردوهم لحد ما بينزلوا للسرداب وبيقفلوا على نفسهم وبيلاقوا حتى شبابيك السرداب مقفولة بالسياج وما بيقدرواش يخرجوا منها وبيدوروا على حاجات يقدروا يخلعوا بيها السياج ده وبتتفاجئ جامي بلبس مومتها المتوفية متعلقة ومعاسي كينة هدية ومكتوب لو أمك كانت عيشة كانت يتصرف إزاي وفي نفس الوقت بيسمعوا كلهم صوت عربيات الشرطة وبيصرخوا وبيطلبوا المساعدة بس بعدها بيلاقي ميكروفونات في المكان وبيفهموا إن ده كان تسجيل وإن المجرمين كانوا عارفين إن هما هينزلوا للسرداب وبيطلع دي جي الولاعة للاقاها عند القمامة لإنها كانت ملفوفة لفة هدايا زي الصاعق والسكينة فبيعرف إن العصابة هي اللي سبتها وفي الأثناء دي بيوصل جوش زميل جيمي للبيت علشان يطمن عليها وبيشتغل تلفزيون في السرداب يعرض لهم جوش وبيفضلوا يصرخوا علشان يسمعهم وبالفعل بيعرف إن هما في السرداب وبيحاول يفتحوا من برة لكن بيجي شخص من وراء وبيضربوا بالفاس قدام عينيهم ولما بيبقى جوش لسه عايش بيخنقوا الكيس لحد ما بيموت وطبعا بتنهر جيمي وبتفضل تعايت وبعد كده بتلاقي أوليفيا نفق في السرداب سري وما فيهوش سياج وبتطلب من جيمي إنها تتماسك وتحمي أخوها وإنها تخرج تجيه مساعدة وبتوعدهم إنها ترجع لهم مرة تانية ومش تتخلى عنهم وفعلا بتخرج أوليفيا من النفق وبتقرب من البوابة علشان تشوفها تقدر تخرج ولا لأ ولكنها بتتفاجئ بمات وقراها وإنه لسه عايش وبيقولها تفتح البوابة علشان يهربوا بس بيجي من وراهم شخص من العصابة وبيجي معليهم وبيتصدلوا مات وبيقولها هي تهرب وإثناء ما بتفتح البوابة بيتقتل مات بالفاس ولكن بتقدر أوليفيا إنها تهرب من البوابة بعد ما بتفتحها وبتفضل تجري على الطريق لحد ما بتلاقي عربية وبتطلب من السواق مساعدة وبيقولها تركب ولكن لما بتيجي تركب بيطلع السواق تبعهم وبيهجم عليها وفي نفس الوقت بيدخل دي جي للحمام في السرداب وجيمي بتبقى قاعدة لوحدها ولما بيجي يخرج بيلاقي الباب مقفول وما بيعرفش يفتحه وبيهجم واحد منهم على جيمي وبيجرحها في كتفها وبيطردها علشان يقتلها بس هي بتلاقي الصاعق وائع جنبها وبتكهربوا لحد ما بيفقدوا عيوه بس بيطلع إن هو بيمثل عليها ولسه فايق وبيحاول يطعنها بس دي جي بيخرج من الحمام وبيطعنوا هو ولما بتشيل جيمي القناع من على وشه بتتفاجئ إنها بنت وبتروح تاخد السكينة اللي كانت جنب هدوم مومتها لأنهم تأكدوا إن الطريقة الوحيدة علشان يفضلوا عايشين إن هم هيقتلوا العصابة والكتفة جيمي كان بينزف دم كتير فبيربطولها دي جي وبيخرجوا من السرداب ولما بيطلعوا فوق بيلاقوا جثة على الترابيزة وبتقرب جيمي وبتلاقيها جثة أوليفيا بس ما بتقولش لأخوها إنها هي وبتلاقي جنبها اختبار الحمل اللي هي كانت عملته وبيشتغل فيديو ليها يوم ولادتها وهي طفلة وبيهجم عليهم شخص تاني بس بيقدروا يهربوا وبيستخبوا منه وبيرن تليفون القوضة اللي استخبوا فيها وبتروح جيمي ترد وبتسألوا عن سبب اللي هما بيعملوه فيهم فبيقول لها إن الناس اللي بتتفرج على البث المباشر بيستمتعوا باللي بيحصل ده وبيقول لها إن هما بيرقبوها من مدة طويلة وعارفين كل أفكارها الشريرة تجاه أسرتها وإن هما مهتمين إن هما يقتلوها هي واخوها ولكنها لو استخدمت الجانب المظلم بتاعها تقدر تفضل عايشة وتحافظ على حياتها وحياة دي جي وبتطلب جيمي من اللي بيتفرجوا على البث إن هما يبلغوا الشرطة وبتقول العنوان بس بتقفل العصابة صوتها ومحدش بيعرف مكانهم وبتقرر جيمي إنها هتتغير وبنشوفها في شكل قوي تماما بعد المكالمة وبتقول لأخوها إن هما لازم يواجهوهم ويخلصوا عليهم لحد آخر شخص فيهم وبتطلع جيمي بالسكينة تدور عليهم وبتلاقي واحد منهم وبتبادر بالهجوم عليه وبتشغله ويدي جي بيرمي على وشه بنزين وبيستخدم الولاعة للاقيها عند القمامة بس قبل ما بيستخدمها بيدربوا المقنع وبيشيلوا وبيرميه بعيد وبعدها بيروح يمسك جيمي وبيخنقها بالكيس لحد ما بتموت وبيروح علشان يقتل جي جي بس جيمي كانت بتتظاهر بالموت وبتمسك الولاعة وبتولع فيه وبتاخد أخوها وبيمسكوا حديدة كبيرة وبيفضلوا يخبطوا في سياج باب البيت لحد ما بيتكسروا وبيخرجوا بسرعة وفي نفس الوقت المقنع بيطف النار اللي عليه وبيبقى لسه عايش وبتخرج جيمي واخوها على الطريق وبيناءوا عربية وبتبقى نفس العربية اللي شافتها أوليفيا وبيفتحوا لها الباب وبيخطفوها والمقنع اللي كان في البيت بيخطف دي جي وبيحطوهم في العربية وبيشتغل فيديو تاني وبيكون للبنت اللي من الأسرة اللي قتلوها قبلهم وبتتفاجئ جيمي لما بتلاقيها إن هي دي البنت المقنعة اللي قتلوها في السرداب وإنها كانت البنت المفقودة في الأسرة اللي ظهرت في أول الفيلم وبيعرض رئيس العصابة عليها إنها تنضم لهم وتساعدهم زي البنت اللي استغلوها معاهم قبلها وقالوا لها في المقابل مش هيئزوا أخوها وبيوريها فيديوهات لأسرة جديدة بيرقبوها وبيقولولها إنها لازم تدي للجمهور إثارة عن طريق تعذيب وقتل الأسرة دي لإن ده هيبقى السبب في إنها تخلي الجمهور يستمر في المشاهدة ومنستنتج من كده إن الجيمي هتنضم لهم علشان تقدر تحمي أخوها من الموت والفيلم بيخلص لو عجبك الملقص متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك